تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة العيد الثاني والسبعين لاستقلال المملكة من ملوك وأمراء ورؤساء دول عربية وإسلامية وصديقة ومن كبار المسؤولين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المملكة كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد برقيات تهنئة ممثلة بالمناسبة العزيزة محطات على طريق الاستقلال منذ الملك المؤسس إلى الملك المعزز في هذا التقرير لمناسبة ذكرى استقلال بناتنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما 72 عاما مرت على استقلال الأردن منذ أن اتخذ المجلس التشريعي الأردني في جلسة خاصة قرارا بالإجماع على إعلان استقلال البلاد الأردنية تحت اسم المملكة الأردنية الهاشمية ومبايعة مؤسسه عبدالله الأول بن الحسين ملكا دستوريا خاض الأردنيون منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 نضالات متواصلة لنيل الاستقلال الوطني لكن ممواطلة بريطانيا الدائمة وتذرعها بحجج شتى أخر هذا الاستقلال ربع قرن نضالات الأردنيين لم تقتصر على الجانب الرسمي فحسب فمع أهمية ما كانت تقوم به الحكومات الأردنية إلا أن الجهد الرسمي ما كان له أن يحقق الاستقلال الوطني الناجز لو لا الدعم الشعبي الكبير ولعل نعقاد المؤتمر الوطني الأردني الأول عام 1928 وتأكيد مقراراته على إنهاء الانتذاب البريطاني على البلاد ومقرارات المؤتمرات اللاحقة خير مثال على التوافق الكبير بين الموقفين الرسمي والشعبي تجاه قضية الاستقلال اعترفت هيئة الأمم المتحدة بالمملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات السيادة لكن ظل هذا الإعلان والاعتراف ناقصين فالبلاد بقيت مكبلة باتفاقية غير منصفة مع بريطانيا خاصة في البعض المتعلق بالجيش وقيادته فقد رأينا نفعا لجيشنا وخدمة لبلدنا ووطننا أن نجري بعضا من الإجراءات الضرورية في مناصب الجيش فنفذناها متكلين على الله العلي القدير بعد الاستقلال بعشر سنوات أنجز الملك الباني الراحل الحسين بن طلال خطوات الاستقلال بتعريبه قيادة الجيش العربي الأردني وعفاء كلباشا من منصبه وتسليم القيادة لضباط أردنيين تطورت البلاد تحت قيادة الملك الباني الحسين بن طلال فتوالت الإنجازات الوطنية باستكمال بناء المؤسسات الوطنية وإصدار التشريعات النظمة لمناح الحياة كافة وقد عملنا وسنواصر العمل بعزم لا يليل لترسيخ مكانة الأمة وفي عهد الملك المعزز عبدالله الثاني بن الحسين بدأت مرحلة جديدة في مسيرة التنمية والإنتاج والانفتاح على العالم فتواصلت النهضة وتواصل الازدهار شهد الأردن منذ استقلاله قبل 72 عاما نهضة اقتصادية شملت جميع محافظات المملكة تمكن خلالها من مواجهة تحديات اقتصادية صعبة مسيرة النهضة الاقتصادية خلال عهد الاستقلال نرصدها في هذا التقرير في رحلة استقلال الأردن التي بدأت قبل 72 عاما حقق الاقتصاد إنجازات شكلت حالة فريدة من التطور في المنطقة التي شهدت أزمات سياسية وأمنية متجاوزا تحديات عديدة استطاع خلالها أن يبني شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية وتمكنت الصناعات الوطنية من الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم الاقتصاد الأردني في بداية الاستقلال حقق نموا بسبب اعتماده على موارده الطبيعية ولكن مع الحروب اللاحقة واجه تحديات مالية إلا أن الطفرة النفطية الخليجية في تلك الفترة أسهمت في استمرار تحقيق النمو حتى أواخر الثمانينات لكنه واجه أزمة اقتصادية عام 1989 نتيجة تقلص السيولة المتوفرة وارتفاع الإقراض وانخفاض قيمة الدينار ليبدأ بعدها برنامج إصلاح قاس مع صندوق النقد الدولي وذلك حتى بداية التسعينات إلا أن أزمة جديدة تمثلت بتداعيات حرب الخليج جعلت الأردن يفقد أهم شركائه خاصة الأسواق العراقية الأزمة المالية العالمية أيضا انعكست سلبا على مختلف القطاعات وساهمت بطباطئ تنفيذ مشاريع كبرى وما أن بدأ الاقتصاد يتعافى حتى وجه في عام 2011 وعلى مدى السنوات اللاحقة تداعيات غير مسبوقة لما عرف بالربيع العربي مع انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط وبدء تضفق أعداد كبيرة من اللاجئين وإغلاق الحدود وخسارة الأسواق الرئيسية ما شكل عبءا إضافيا على الموازنة وموارد الأردن الأمر الذي استدعى اتخاذ تدخلات إصلاحية سريعة حيث تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية وإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء وبدء تجهيزات ميناء نفطي تمهيدا لاستيراد النفط والغاز إضافة لتنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة والدخول في برنامج إصلاحي مالي مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تحفيز اقتصادي وخلال رحلة الاستقلال واصل الأردن مسيرة النمو والتقدم الاقتصادي واستطاع بناء مؤسسات اقتصادية كانت قادرة على مواجهة تحديات ووقف الشعب مع قيادته لتجاوزها حتى بات الأردن محط اهتمام عالمي اقتصاديا واستثماريا وتحول إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة إلى أن بدأت المؤشرات الاقتصادية تتعفى وحتى رفع شعار الاعتماد على الذات هذا العام وهو شعار نؤمن به ولكننا لا نرى في طريقه أي توقائع تؤشر على النجاح للتحفيز تسير قدما ولا النهج الحكومي يحقق المطلوب ما يعني أننا بحاجة إلى إعادة دراسة شاملة قبل أن نقع في مزيد من الأزمات رغم أن الاقتصاد في تحسن مستمر منذ إعلان استقلال الأردن الذي أصبح واحدا من أكثر الاقتصادات انفتاحا في الشرق الأوسط إلا أن ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع حجم الدين العام ومعدلات البطالة والفقر وقلة المساحات الزراعية وضعف الموارد الطبيعية تبقى التحديات الأكبر فليبقى يوم الاستقلال حافزا لتحقيق المزيد من الإنجازات تمكنت كوادر الأمن العام من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين على خلفية محاولتهما سرق تصرف ألي تابعا لأحد البنوك في العاصمة عمان مصدر أني ذكر أن فريقا خاصا من إدارة البحث الجنائي تولى تتبع المطلوبين الاثنين حيث تمت مداهمتهما بعد تحديد مكان تواجدهما وألقى القبض عليهما وباشر التحقيق معهما كما أفضت كمائن ومدهمات للبحث الجنائي إلى القبض على عدد من المطلوبين أحدهم مصنف بخطير ومسجل بحقه 90 أسبقية جرمية و15 طلبا أمنيا على خلفية ارتكابه عددا من قضايا السرقات الجنائية وإطلاق العيارة النارية وحيازة الأسلحة وقضايا أخرى قدرت مديرية أوقاف القدس عدد المصلين الذين أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك قدرتهم بـ 200 ألف مصلين قدموا من مختلف أنحاء فلسطين المحتلة على معبر قلندية رفقت كاميرا رؤية ألف المصلين القادمين من أنحاء الضفة الغربية في رحلة بدأت مع ساعات الفجر ورصدت معاناتهم مع إجراءات الاحتلال المشددة التي أسمها بالتسهيلات مع كل جمعة تنضي من شهر رمضان المبارك يزداد احتضان المسجد الأقصى للمصلين القادمين من مختلف أنحاء فلسطين التاريخية عشرات الألاف صلوا اليوم الجمعة الثانية من الشهر الفضيل الآلاف منهم قدموا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية رحلة هؤلاء التي انتهت بالصلاة في الأقصى للتأكيد على فلسطينيته في قلب العاصمة الفلسطينية كانت مليئة بالإرهاق والجهد والتعب وبدأت من بيوتهم من بعد صلاة الفجر مرورا بتجديدات الاحتلال على حاجز قلندية بوابة القدسة الشمالية نواجه مشقات كثيرة من حواجز ومن أزمات ومن وقت نحن نخرج من صلاة أداني الفجر حتى نصل إلى الكدس والكدس لا تحمل أكثر من ساعة والله الأقصى كثير بيكون فرحان في رمضان وأيام الجمعة ولما كلها الناس تهل عليه لتشوف حزنه في باقي الأيام يعني الحمد لله أهل الداخل ما بيقصروا لكن أهل الدفة والله محرومين مع بداية الشهر الفضيل تحدث الاحتلال عن تسهيلات يقدمها للفلسطينيين تسمح لهم بالدخول للقدس والصلاة في الأقصى ما أسمه بالتسهيلات لم تكن سوى إدعاء حاول من خلاله الاحتلال أن يبيض صورته في الإعلام لكن الحقيقة ليست كذلك عديدون ممن انطبقت عليهم شروط الاحتلال قام الجنود بإعادتهم من حيث جاءوا لأن التسهيلات المدعاء يتحكم بها مزاج الجندي الذي لا ينتمي لهذه الأرض كل العائدين كانوا يجرون أذيال خيبتهم بتقبيل واحد من حجارة الأقصى للتأكيد على تمسكهم بالقدس عاصمة أبدية ألف الفلسطينيين يتوجهون إلى عاصمتهم لأداء صلاة الجمعة الثانية من الشهر الفضيل في المسجد الأقصى الاحتلال يدعي وجود تسهيلات تتيح لهم الدخول إلى القدس لكن هذا الإدعاء يمنع الكثير منهم من الدخول عبر هذا الحاجز حاجز قلندية المقامة على أراضي القدس المحتلة من المدخل الشمالي للعاصمة الفلسطينية المحتلة حافظ أبو صبره رؤيا ضرب الإعصار المداري ميكونو جزيرة سقطرة اليمنية ممتدا إلى سلطنة عمان ومهددا أجزاء من السعودية والإمارات وسط تأهب السلطات في هذه البلاد وإعلانها حالة الاستنفار تفاصيل أوفا في التقرير التالي ميكونو إعصار مداري ضرب بقوة جزيرة سقطرة اليمنية قبل أن يتوغل إلى سلطنة عمان وأنحاء أخرى من شبه الجزيرة العربية مسؤولون يمنيون أعلنوا أن 17 شخصا على الأقل في عداد المفقودين بعد أن اجتاح الإعصار جزيرة سقطرة الخميس متسببا بسيول قوية وأضرار كبيرة كما أعلنت الحكومة اليمنية جزيرة سقطرة منطقة منكوبة أي أمطار خفيفة نحن بدنا أول الناس نهاجر من هذه المنطقة نسحب عيالنا وقواتنا وكلها نرتفع إلى المناطق فوق ناجد السلطات والحكومة بالنظر إلى المنطقة هذه الصراحة أن جميع المياه الآن كلها تتركز وتتجمع في هذه المنطقة سلطنة عمان أخذت استعداداتها مبكرا لأعصار ميكونو معلنة حالة الاستنفار في الشرطة والجيش وإغلاق المدارس حتى يوم الاثنين كما تقرر إغلاق مطار صلالة في محافظة ضفار جنوب البلاد التي شهدت بداية تأثير الأعصار بأمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة التحذيرات صدرت أيضا عن السلطات في كل من السعودية والإمارات تحسبا للأعصار الذي يتوقع خبراء أن يمتد تأثيره إلى بعض المناطق في الدولتين القمراني الاصطناعيين غريس أف أو الذين سيقومان برسم خارطة للتغيرات في الماء والجليد حول العالم من خلال الكشف عن الاختلافات في جذبية الأرض مهمة القمرين الذين أطلقتهما وكالت ناسا مؤخرا في التقرير التالي تقوم مهمة القمرين الاصطناعيين غريس أف أو على تقييم احتياطي المياه الموجود في جوف الأرض بالإضافة إلى كمية المياه في البحيرات الكبرى والأنهار والأغطية الجليدية ومستوى سطح البحر وذلك بقياس تغيرات حق الجاذبية الأرض فكلما كانت كمية المياه ضخمة عظمت جاذبية الأرض وزاد تغير موقع الأقمار الاصطناعية والقمرين الاصطناعيين الذين تفصل بينهما مسافة 220 كم وضع في المدار القطبي على ارتفاع 500 كم ويحدد نظام يعتمد على النظام العالمي لتحديد المواقع موقع القمرين بدقة في حدود سنتمتر واحد وستزود التغيرات الضائلة في المسافة بينهما أي ما يقارب الميكرون الواحد والتي تقاس باستمرار بمعلومات من شأنها وضع خرائط شهرية لحقل الجاذبية وتحديد الكتل المائية حول الأرض تجدر الإشارة إلى أن مدة المهمة هي خمسة أشهر على الأقل إلى الآن إلى جولتنا حول العالم وفيها المزيد من الأخبار ومنها مقاتلة عراقية تنفذ ضربات جوية ضد داعش في سوريا وإصابة خمسة عشر شخصا جرأ انفجار قنبلة في مطعم بكندا هذا التصعيد الخطير من الجماعة الحوثية المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الميليشيات الحوثية أطلقت من داخل الأراضي اليمنية صاروخا باليستيا من محافظة أمران باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية قالت مصادر أن انفجارا وقع خلف فندق وسط بنغازي أدى إلى السقوط عدد من القتلى والجرحى ويأتي الانفجار في وقت يخوض فيه الجيش معركة على مشارف مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا من أجل تحريرها من سيطرة الجماعات الإرهابية نفذت مقاتلات أرقية صباح اليوم ضربات جوية على مواقع تباعة لعصابة داعش الإرهابية في الأراضي السورية واستهدفت الضربات مقرا ومستودعا للصواريخ يتواجد فيه عدد من العناصر الإرهابية في منطقة هجين داخل الأراضي السورية قالت السلطات الكندية أن رجلين مجهولي الهوية دخلا مطعما في مدينة ميسيساغا الخميس وفجرا عبوة ناسفة فأصابا 15 شخصا ثم لاذا بالفرار أعلن مسؤولون هولنديون أن هولندا والنمسا تحملان روسيا مسؤولية إسقاط طائرة الماليزية فوق أوكرانيا أثناء قيامها بالرحلة أم أتش 17 عام 2014 في خطوة يمكن أن تؤدي إلى إطلاق تحرك قضائي ودعا الاتحاد الأوروبي والناتو روسيا إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن سقوط الطائرة يعد مقهى الكمال الشعبي أحد أقدم مقاه محافظة إربت حيث يشهد هذه الأيام إقبالا كبيرا بعد موعد الإفطار فلنتابع هذا هو مقهى الكمال الشعبي حيث الغناء القديم العذب والأجواء التراثية التي يعبق بها المكان المقهى الذي يعد من أقدم مقاهي محافظات الشمال بشكل عام وإربت بشكل خاص يحرص أهل المدينة على ارتياده بعد وجبة الإفطار إذ يعد المكان فصحة للالتقاء مع الأصدقاء وللحديث وأحيانا لمتابعة مباراية كرة القدم بقعد بتقرقنا وصاحب لينا وصاحب التاني بعد دكتور بعد محامن يعني كلهم ثامنين كثير يعني وقهوة الحقيقة أنا محترم في كل يوم يمر تزداد أهمية هذا المكان عند أهالي المحافظة الذين يعتبرونه متنفسا لهم في ساعات المساء وفي أوقات الفراغ رغم انتشار العديد من المقاهي في المحافظة أما الآن فنترككم مع هذه المشاهد واللقطات من كوريا الجنوبية وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة